اكثر من الامريكيين انفسهم تهتم دول الشرق الاوسط من نتائج الانتخابات الامريكية مرتقبة انعكاس نتائجها على السياسة الامريكية تجاهها ايران ومشروعها التوسعي وما يتبعها من ادوات تنفيذية في العراق وسوريا ولبنان تترقب حسم معركة القضاء بين ترامب وبايدن بين خوف من عودة عصى ترامب وتكهن بتوجه بايدن الجديد هل يعود الى مربع اوباما الاول ام يجمع بين عصى ترامب ودبلوماسية اوباما بالنسبة لمفاوضات الملف النووي العراق باعتباره واقعا عمليا تحت الاحتلال الامريكي ويشهد صراع نفوذ محتدم بين واشنطن وطهران لا يبدو ان وضعه سيتغير كثيرا بالنسبة للخطوط الامريكية العريضة والثابتة فيما يتعلق بالنفوذ والمطامع الاقتصادية لكن حكومة الكاظمي دخلت في مباحثات طويلة مع ادارة ترامب وربما وصلت معها الى تفاهمات محرجة فيما يتعلق بنفوذ الميليشيات والعلاقة مع ايران فهذه الحكومة من جهات تتخوف من ذهاب ادارة ترامب وبالتالي عليها التعرف على مشروع بايدن وانتظار ما هو فاعل بكل الملفات المعقدة بالعراق ومن جهة اخرى فان عودة بايدن الى مربع اوباما تعني نفوذا اكبر لميليشيات ايران وتفرغها لتصفية الحسابات مع الاطراف الحكومية التي بدأت تتمرد على نفوذ الميليشيات بعد ان رأت شدة امريكية مثلتها تهديدات مايك بومبيو المراقبون للمشهد الامريكي اكدوا ان الديمقراطيين هذه المرة لن يعيدوا اخطاء اوباما عندما منح ايران شيكا مفتوحا لسياستها النووية والتوسعية حيث سيسعون لاعادة الاتفاق النووي مع ايران لكن بشروط قاسية تقيد حركة الميليشيات وتخفف من نفوذها الاقليمي ومهما تكون النتيجة ترامب يحكم ان بايدن لا يبدو ذلك فرقا كبيرا عند الشعب العراقي الذي يدرك ان امريكا لا تسعى الا لمصالحها وان ثورته هي الكفيل الوحيد لخلاصه من ازماته وتحكم الدول الخارجية في مصيره ترجمة نانسي قنقر . شكرا